في حادثة لم تعتبر الأولى من نوعها إلا أنها تتكرر بإعلان السلطات الأمنية عن عمليات اعتقال بحق متهمين يرتكبون جرائم الاحتيال لصفات أمنية أو اجتماعية أو طبية آخرها القبض على منتحل صفة طبيب تجميل الصدمة أن هذا المنتحل والذي قبض عليه في الرصافة على يد شرطة بغداد ذهب لانتحال صفة طبيب تجميل يضع كاميرات سرية على شكل مصابيح وأجهزة طبية مختلفة الأنواع داخل عيادته والتي بالطبع ترتدها مراجعات إناث يحتجن لعمليات تجميل جرائم الانتحال في العراق تنشط كثيرا سيما بانتحال صفات ضباط جيش أو شرطة أو أطباء أو حكوميين يقول الخبراء إن الهدف من تلك العمليات هو الحصول على المال عن طريق استغفال المواطن واستغلاله دوافع أخرى كالنصب والاحتيال والبحث عن شهرة اجتماعية كل هذا تحقق بعمليات قبض نجحت بها مفارز الشرطة في محافظات عدة وجهاز الأمن الوطني حدثة انتحال صفة طبيب تجميل تركت أثرا غاضبا في الأوساط العراقية سيما عند النساء لما تسببه تلك الجرائم من تأجيج وتهديد للنسيج المجتمعي نظرا لطبيعة المجتمع العراقي العشائري والمحافظ قبل تلك الحادثة أثار رجل يعمل بمهنة ميكانيك السيارات الجدل على مواقع التواصل لانتحاله صفة طبيب أيضا مسؤولون أمنيون كشفوا في تقارير سابقة عن اعتقال أكثر من ستين منتح لصفة منذ مطلع العام الحالي وهو ما كبد مواطنين خسائر مادية أو طبية أو أمنية ما دعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ورقابية إجراءات يثمنها المواطنون سيما مع جريمة الرصافة التي لا تمت لأخلاقي وسلوك العراقيين بصلة بصلة